أحياء المئات من أبناء المحافظات بين اليوم في مسيرة حاجدة أحياء الذكرى الثالثة لسيطرة تنظيم القاعدة على المحافظة وفي المسيرة التي طافت عددا من شوارع المدينة رفع المشاركون الشارع والأعلام والبطائق الحمراء تعبيرا عن سخاطهم على الأوضاع المأساوية التي تعيشها المحافظة عقب تدميرها في الحرب على القاعدة وعدم استكمال التعويضات للمتضررين جراء هذه الحرب ودعت المسيرة التي شارك فيها أعضاء المجالس الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وقادة المشترك وشباب الثورة في المحافظة ووصلت إلى أمام ماد بن المحافظة بمدينة زنجبار دعت الحكومة إلى الإسراء في صرف التعويضات للمتضررين وفتح تحقيقا مع القيادات التي قالوا إنها ساعدت في تسليم المحافظة للجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة